وائل الدحدوح ايوب هذا العصر ايه القوة اللي عندك دي من وين جايب الصبر والسبات اللي انت فيه ده ازاي تشيع جنزة ولدك في النهار وتطلع تغطيها اخبارية بالليل انت ايه عموائل قل لي يا رجل انت مين انت من نفس الطينة اللي احنا منها ولا انت جاب اللابسك انسان رجل بقلب فلاذي اصلب من الحديد لا يهاب الموت وسع مدخل ابني حمزة من ابتنس اللهم احسن في كل مرة يزوره الموت ويخطف احبابه يقف صامضا في وجهه وائل الدحدوح الصابر المجاهد المحتسب وائل الدحدوح صاحب المواقف الرسالية هو تجسيد للمسلم الصابر المحتسب الذي تتوالى النكبات على قلبه ويكلم كل يوم بفعل عدو غاشم ولا نراه الا صابرا محتسبا الرجل الذي حارب الاحتلال بسترة مكتوب عليها صحفي ومايكروفون ينقل به الاخبار ليس الا ومع ذلك فقد اوجع الاحتلال كثيرا فاضرم النار في قلبه حزنا على احبابه لكنه صامد كالجبال صديقي المشاهد لو عاوز تعرف قصة وائل الدحدوح الصحف الاشهر في قطاع غزة وقلي الاشهر في العالم في الفترة الاخيرة ومعالاته مع الفقد والحزن وفرق الاحباب تابعوا الحلقة للنهاية سنحق قصة ايوب هذا العصر لكن كالعادة قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعالوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد مع بداية عملية طفان الاقصى في 7 اكتوبر وقطاع غزة هو الاكثر تداولا في قطاع الاخبار ومع اخبار قطاع غزة الكتيرة والمتلحقة برز اسم وائل الدحدوح رئيس شبكة مراسيل الجزيرة في قطاع غزة وائل مش بس لفت نظر العالم بمهنيته ولا بكونه ناقل امين للاحداث وصوت لشعب بيباد يوميا لكنه لفت نظر العالم بكمل ابتلاءات اللي حصلت له من قصف بيته ووفاة اولاده وامراته وحفيده لاصابته هو شخصيا واغتيال زميله لاستشهاد ابنه لمقتل ولاد اخوه وكل حدث من دول يهد جبل لكنه بيفجأ العالم بصموده وربطة جأشه وقدرته على التحمل وتأدية مهمته السامية في نقل صوت المظلمين وفتح ممارسات الكيان المحتل فخلونا نحكي لكم قصة بطولة وائل الدحدوح اتولد وائل حمدان ابراهيم الدحدوح الشهير بابو حمزة في 30 ابريل 1970 في مدينة غزة لأسرة كبيرة ستة ابناء وستة بنات اتولد كأي طفل فلسطيني صوت المدافع فوق راسه والارض اللي بيعيش عليها اغلى ما يملك ومايفرضش فيها ولا بكنوز الارض اتعلم ان الارض عرض بيأكل من خيرها وهي سبب لمتهم ومصدر العزة والفخر فتعلم يدفع عنها في شبابه تقاليته قوات الاحتلال في السنة الاولى من الانتفاضة الفلسطينية الاولى انتفاضة الحجارة واللي كانت احتجاك فلسطيني على الوضع العام المزري في المخيمات وازدياد السياسات التعسفية واعلان قانون الطوارئ ومصادرة الاراضي والاعتقال والعقاب الجماعي والسيطرة على مرافق الحياة والحصار والعزل اللي اتفرضوا على الفلسطينيين في الداخل وانتشار البطالة وايهانة الشعور القومي والقامع اليومي اللي بتنرسوا سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينيين يوميا وبشكل ممنهج وحقير الشاب وائل اللي خد منحة لدراسة الطب في العراق ما سافرش وراحت عليه المنحة لانه كان شايف انه خروجه للمشاركة في الانتفاضة اهم من اي حاجة وقتها وخرج في الانتفاضة علشان يعتقل لمدة سابع سنين وتتغير حياته نهائيا من طالب عايز يدرس الطب ويبقى دكتور لشخص عايز يدرس الصحافة علشان يكون صوت المظلومين ويوصل النات المعذبين والمشردين درس وائل الصحافة في الجامعة الاسلامية في غزة واتخرج سنة 1998 وبدأت رحلته كصحفي بالصحافة المكتوبة من خلال صحفة القدس الفلسطينية علشان تيجي الانتفاضة الفلسطينية التانية وكأن مشوار حياته مرتبط بالانتفاضات الفلسطينية بعد عدة سنوات حاول السفر خارج فلسطين لاستكمال دراسته الا ان الاحتلال منعه لكنه ما يقسش فدخل جامعة القدس في بلدة ابو ديس بالضفة الغربية وحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية عام 2007 بدأت الانتفاضة الفلسطينية التانية في 28 سبتمبر سنة 2000 واستمرت لمدة خمس سنين بعد ما راح ضحيطها 4,412 شعيد فلسطيني وخلفت وراءها 48,322 جريح وقتها برز اسم وائل كناقل للأحداث في قطاع غزة علشان ينتقل لإذاعة صوت فلسطين كمراسل فيها ومن هنا بدأت علاقة وائل بالمايكروفون علاقة أبدية وحب من الطرفين المايكروفون حب وائل وشفي الصوت الأمين لنقل القضية ووائل حب المايكروفون وشفي صلاح أقوى من المدافع لنقل الحقيقة سنة 2003 اشتغل وائل مراسل لقناة العربية وبعدها جت النقل الأكبر والأشهر في حياته زي ما بيوصفها بالشغل لمراسل لقناة الجزيرة سنة 2004 وفضل صوت الأضية في كل المناسبات والأحداث وبمرور الوقت بقى مدير مكتب قناة الجزيرة في قطاع غزة التاريخ بيسجل وائل الدحدوح بكاءه على الحواء سنة 2014 وهو بيوصف مجزرة حي الشجاعية في حرب غزة 2014 واللي رحضه حياته 74 شهيد منهم 17 طفل و14 امرأة و4 مسنين وائل وقتها رد على المدع لسألته وائل كيف تركت حي الشجاعية فأل وائل تركته للأسف في أسوأ حال صدمنا من هول ما رأينا جثامين الشهداء ملقات على الأرض وسكت وبكى صوت وائل كان محرق جدا للاحتلال فالاحتلال وصل لهم رسالة بدرب نار على مكتب الجزيرة في قطاع غزة فما كم من وائل إلا أنه يرد على الرسالة برسالة وهي أنه يبث على الهواء من أمام مكتب الجزيرة والمراسلين قاعدين أمام المكتب فرسال أنهم مستمرين في تأديد رسالتهم وفي سنة 2021 في الحرب على غزة ألواء للدخدوح لبرنامج قصة إنسان أنه وزع أسرته على ثلاثة مناطق عشان يضمن يلاقي منهم حد حي لما يرجع راحوا إلى أكثر من مكان مع الأسف عند أخوالهم عند أعمامهم وتوزعوا على ثلاثة مناطق فأنت متخيل حجم المأساة اللي بيعيشها الصحف في قطاع غزة واللي بيعيشها وائل دخدوح اللي قضى حياته كلها صحف في القطاع وإن الدخدوح متجوز من آمنة الدخدوح واللي بتوصف شغل جزها إنه بيخلي حياتها ملخبطة مفيش موعيد هو مطلوب للشغل في كل وأي دقيقة وبالتالي بتوع عليها مسئولية أكبر في تربية الأولاد والاهتمام بيهم بس هي مقدرة دول جزها في نقل معاناة الناس لدرجة إنها بتقول في الفيلم الوثائقي وراء الكاميرا إنسان إن حياة الصحفي شديدة الصعوبة والمناسبات الاجتماعية ملغية من حياته وصلة الأرحام تكاد تكون عدومة أسوأ شيء في العمل الصحفي ما فيش معاي ما فيش حياة مش منظمة حياة هيك من خربة يعني ما بتتهناش يعني المناسبات الاجتماعية هذه يلغيها من حياتك يعني صلة الأرحام تكاد يعني وسنة 2021 برضو قوات الاحتلال قصف برج الجلاء اللي كان في مكتب قناة الجزيرة بس وائل ما كانش في المكتب البرج كله نهار فإيه هو شعور وائل وهو بيشوف المكان اللي بيشتغل فيه بينهار على الهواء ويسأل نفسه ماذا لو كنت فيه لكن السؤال ده ما بيطرحوش أصلا لأنه عارف إنه في أي لحظة ما هيكون أهل جزء من الخبر اللي بتنقل وسائل الإعلام أو هيكون هو نفسه الخبر والحقيقة لو أنت من أهل غزة فالشغل في غزة كصحفي معاناة حاجة شديدة الصعوبة لأن أنت المراسل وأهلك هم الحدث وإلى الغطة أكتر من 6 حروب في قطاع غزة بيوصف الحرب الأخيرة على غزة بأنها غير مسبوقة في حياته غارات في كل مكان وفي كل ثانية أنت مش هتلاحق تغطي الأخبار أنت نفسك هدف للغارات الإسرائيلية أنت نفسك ممكن تنزل عليك قذيفة في أي وقت فتخيل أنت بتغطي شغلك وعلى الهوى ويجي لك تليفون يقول لك القصف بيقرب مننا تعال انقذنا فأنت هتغطي شغلك ولا هتنقذ أهلك ولا تخلي بالك من نفسك لأن أنت نفسك هدف لأن كل صحفي في قطاع غزة مشروع شهيد لأن الاحتلال مش عايز صوت القطاع يطلع برة ويفضح ممارستهم لذلك أي صحفي خطر على دولة الاحتلال زي أي مقاتل فأنت كرئيس شبكة مرسلين عندك حرب وعندك عدد ضخم من الأحداث كله بيحصل في وقت واحد فإزاي تدير الحرب وإزاي توجه الأفراد وإزاي تختصر الصورة بحيث توصل المشهد كامل من غير أي خلل فلو أنت شايف أن القضية الفلسطينية وصلة للعالم المرادي فعرف أن الوائل ادحضحه فريقه دور كبير في ده لذلك كان وائل ادحضحه وأسرته هدف مباشر لقوات الاحتلال والبداية كانت يوم 25 أكتوبر 2023 يوم 25 أكتوبر كان وائل في شغله والقصف شغال ما بيؤفش ووائل نفسه طلع يتبع القصف على القناة ما فيش ثواني بعد تأديت وائل رسالته وفجئنا بمذاء قناة الجزيرة بيعلن استشهاد زوجة وابن وابنت وحفيدة وائل الدحضوح وهو بيرتجف المزعل بين الخبر مش قادر يتحمل نقله لأن وائل الدحضوح زميله ما بالك بوائل الدحضوح نفسه استشهد عدد من أفراد عائلة الزميل وائل الدحضوح بمن فيه زوجته وابنه وابنته في قصف إسرائيلي استهدف منزل زميل وائل الدحضوح كان معنا قبل قليل أسرة وائل اللي استشهدت هم أمينة زوجته وحفيده آدم وابنه محمود 16 سنة وابنته شام 6 سنوات وكانوا موجودين في جنوب قطاع غزة في مخيم النصيرات وبالمناسبة قوات الاحتلال كانت طلبت من الفلسطينيين أن نزوح لجنوب القطاع علشان دي منطقة أمينة ومع ذلك قصفتها برضو علشان يظهر بعد كده فيديو للحظة استقبال الدحضوح خبر وفاة أسرته وهو بيتابع شغله وبيجيلوا الخبر أن أسرته استشهدت وأنه بنته خلود في المستشفى وفي فيديو تاني كان بيسأل عن اللي باقي من أفراد أسرته وهو بيحضن واحد من ولاده المصابين وشايل حفيده الشهيد اللي عمره عام ولما شافت دحضوح جثمان ابنه محمود بمنتهى الصبر والثبات قال بينتقم من في الأولاد معلش وبعدها بيوم يوم 26 أكتوبر كان والد دحضوح بيعلن استمراره في عمله وبيعلن أنه من الواجب أن يعود سريعا للعمل لأن الساحة مشتعلة بالغارات وجبه يحتم عليه رغم الوجع ورغم الجرح اللي بينزف أن يعود سريعا وينقل الخبر للناس لأنه صوت الناس رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء فالساحة والمحاور ما زالت تشتعل كما ترون بالغارات وبالقصف المدفعي والتطورات متلاحقة فرأيته أن من واجبي رغم الوجع ورغم الجرح النازف أن أعود سريعا وألتقيكم من خلال عدسة الكاميرا كم الواجب عمله علشان يوم 15 ديسمبر 2023 يروح مع المصور سامر أبو دقة لتغطية القصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس في جنوب قطع غزة فيتقصف الاثنين بصاروخ أطلقته طائلة استطلاع إسرائيلية ويتصب واجب الدحدوح بشزايا في البطن والذراع ويستشهد زميله سامر أبو دقة بعد ما فضل ست ساعات ينزف والإسعاف مش عارفة توصله بل إن وائل الدحدوح نقل إن قوات الاحتلال كانت بتقصف أي سيارة إسعاف بتحاول توصل لسامر لحد ما استشهد ورغم إصابته في إيده بيظهر وائل تاني على التلفزيون وهو بيلقي نظرة الوداع على زميله سامر أبو دقة ويطلب منه إنه يوصل السلام لأهله اللي سبقوهم وغسله بالماء والثلج والبرد وحشره مع نبيك وسائر الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا وإنا لله وإنا إليه راجعون ويزعر علشان ينقل الأخبار برباطة جأش وقوة وراهم أكيد صبر ممنوح لمن الله حمزة دحدوح ابن وائل البكر اللي وصفوا بكلي وليس بضعة مني إنه روحي كم بيشتغل مراسل لقناة الجزيرة حمزة دحدوح كتب على حسابه في إنستجرام ليلة رس السنة عاما جديدا سيقرع أبوابه لكن حربنا يا أمي ما زالت طبولها أقوى عاما جافت به كل أيامه وتوقفت ساعاته عند تلك اللحظة وعند تلك النظرة باتت أيامنا وحيدة لا لون لها لا طعم لها دونكم فأنتم أيامنا وأنتم سعادتنا وثنايا الخير فيها هنيئا لكم ما تبوأتم وصبرا لنا على فراقكم أعوامنا توقفت بتوقف نبضكم إلى لقاء قريب يوم يعدون وفي 6 يناير نشر حمزة سورة أبوه وكتب في تعليقه عليها إنك الصابر المحتسب يا أبي فلا تيأس من الشفاء ولا تقنت من رحمة الله وكن على يقين أن الله سيجزيك خيرا لما صبرت فما عرفش أنه بعد 24 ساعة من الكلمات دي هيكون هو الشهيد التالي في أسرة وائل الدحدوح يوم 7 يناير حمزة كان مع زميله مصطفى ثورية وصحفي تاني في عربيتهم في الطريق من مدينة خان يونس لرفح لما استهدفتهم غارة جوية بطائرة مسيرة قادت لاستشهاد حمزة دحدوح ومصطفى ثورية علشان يوصل شهداء الصحفيين في قطاع غزة لمية وتسعة صحفي في شهرين ونص في حين الحرب الفيتنامية اللي استمرت عشرين سنة مماتش فيها غير ستين صحفي بس والد دحدوح ظهر بعدها وهو بيبكي أمام جثمان ابنه وألف رسالة نقالها للعالم لم يكن حمزة مجرد جزء مني لقد كان أنا بمعنى الكلمة لقد كان روح روحي هذه هي دموع الحزني والخسارة هذه هي دموع الإنسانية وليست دموع جزع وطلب العالم أنه ينظر للي بيحصل في غزة وإحنا بنطالب العالم ينظر لغزة اللي تجسدت مأساتها في وقل الدحدوح اللي بيفقد كل يوم واحد من أسرته بدون أي ذنب بدون أي عدوان ارتكبوه بيفقد يوميا شخص عزيز عليه ومطلوب منه ينقل صوت المصابين والأسرة والضحايا والمكلومين والشهداء ويلاملم جروحه هو نفسه على اللي بيفقدهم ويصبر اللي باقي من أسرته على اللي صبهم وهو صلب وقوي وظهر واقل في فيديو على موقع التواصل الاجتماعي بيشكر فيه الناس اللي بيتضمنه معاه وبيعلن استمراره في تأدية عمله رغم الوجع والجرح اللي بيحسه وبرغم الألم الكبير والوجع الأكبر والتمن البهز إلى أنه قادر أنه يكمل رغم فقد حمزة ومحمود وشام وأمينة وصديقه سامر لكن الوجع مش هيثني أنه يكمل مهمته وأنه طول ما هو على قيد الحياة مش هيسيب وجبه وشغله دون تردد لأنها رسالة إنسانية نبيلة ومقدسة ولأن من فقده ضحوا بأرواحهم علشان القضية تستمر وعشان وائل وأمثاله ما يفقدوش الأمل لحظة ولا ييأسوا ولا يتحونوا عن نقل صوت الحق ولذلك فهو مستمر ولن تزعزع العقيدة بسهولة اللي بيحصل لوائل الدحدوح خلا بلينكين وزير خارجية أمريكا الرجل اللي مالوش قلب واللي بيدعم الحرب دي بكل قويته بيعلن تعطفه مع وائل الدحدوح واللي بيحصله وقال لن اللي بيحصل مع وائل الدحدوح أمر لا يمكن تخيله عمل مدخلة مع عمري أديب بعد استشهاد ابنه حمزة سألوا عمري أديب سؤال ممكن يكون جيف بها لحد من السمع قصة وائل ليه ما فكرش يمشي يرحل يكتفي باللي حصده لكن وائل الدحدوح رد عليه وقال إن ده الطريق اللي اختاره ومكمل فيه وإنه اتخذ قرار إنه مهما كان التمن هيستمر وطول ما فيه نفس ميكمل في اللي بيعمله لإن ده اللي يقدر يعمله ودور اللي ربنا اختاره علشانه فهو ماضي ومكمل فيه تأدية رسالته حمزة الدحدوح فجع وائل الدحدوح يوم 9 يناير باستشهاد اتنين من ولاد أخوه محمد وأحمد الدحدوح بعد ما استهدفتهم قوات الاحتلال في مدينة رفح الفلسطينية وكأن نصب وائل الدحدوح إنه يفقد يوميا جزء من أسرته وقال الدحدوح مصاب في إيده ومحتاج إنه يترك قطاع غزة لأن علاج إيده مش موجود في قطاع غزة واستمراره في القطاع يعني فقدانه لإيده لكن مستمر في عمله مستمر في عمله برغم كل اللي شافه وكل اللي بيعيشه والد دحدوح صاحب القضية وأيوب هذا العصر لا يستسلم ولا تهزه العواصف مهما فقد من نفسه وماله وأهله وأعز ما يملك لأنه يناضل من أجل قضية وصاحب القضية لا يخسر مهما توهم عدوه أنه يستطيع كسره أو هزيمته غشلتنا يا أبا حمزة وبكده تكون خلصت حلقتنا هنستنى رأيكم في التعليقات وما تنسوش تقولوا عاوزين موضع إيه نعرضها في القناة وتشوفوا الموضع اللي فاتت واللي جاية وتعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر